ترجمة نانسي قنقر ومن عكس اليوم على تطور الاقتصاد وتحقيق المكتسبات الوطنية الهدف من هذه الدراسة قلناه في افتتاح المجلس الوطني واليوم هو الفرد البحرين لا خير في تنمية لا يستفيد منها المواطن التنمية التي لا تكون للمواطن لا نشغل فيها ما نكلف على نفسنا إذا المواطن ما كان يعمل في هذه البرامج وإذا المواطن ما كان يستفيد من هذه البرامج وإذا المواطن ما استغنى من هذه البرامج إذا المن فالله الحمد البحرين من تأسست ونظرتها المواطن هو الثروة الحقيقية في البلد إن قصص النجاح دائما ما تبدأ برؤية ومملكة البحرين رسمت بتوجهات جلالة الملك المفدة خريطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة واختطت لها مسارا طموحا تمثل في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي صادق عليها جلالته في أكتوبر 2008 والتي رسمت ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياة أفضل لكافة أفرادها وتنفيذا لإدارة جلالتكم النافذة بحول الله بمنا في مجلس التنمية الاقتصادية وعلى مدار الشهور الفائتة بتنسيق وانسجام تامين مع الحكومة الموقرة ودعم تام لا يكل ولا يلين من سمو العم العزيز الشيخ خليفة بن سلمانة الخليفة حفظه الله لنجسد طموحاتكم لشعبكم الوفي المخلص بجعل البحرين واحد من الأمن والاستقرار وصورة تعايش خلاق وآية من آيات التكافأ والتكافل والمساواة وذلك من منطلق جعل المواطن البحريني الخيار الأوحد والمستفيد الأول من ازدهار وخيرات التنمية ومنذ انطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها الثلاثة الاستدامة والتنافسية والعدالة حرص مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على طرح العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بدءا بوضع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الأولى التي وضعت تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030 من خلال التركيز على عدة إصلاحات متكاملة على المستوى المحلي تمثلت في الحاجة إلى تغيير النموذج الاقتصادي وعلى المستوى الإقليمي تم التركيز على وجود فرص لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة وأما على المستوى العالمي فكان هدفها هو زيادة مستوى المنافسة والتي كانت تتطلب زيادة الانتاجية والابتكار إن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 برزت مؤشراته في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا متزايدا وبمساهمة جهود التنويع الاقتصادي في ارتفاع إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي وإطلاق حزمة من المشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين وزيادة دخل الأسرة البحرينية وذلك بالتزامن مع زيادة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل وإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في فبراير 2019 والتوسع في الخدمات التي توفرها وزارة الإسكان وتنفيذ خمس مدن إسكانية في توقيت متزامن إن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء المستمرة لمستوى الإنجاز في برامج ومبادرات تطوير العمل الحكومي كان وراء نجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 اليوم في تنفيذ البرامج الوطنية وتحقيق منجزات كبيرة خلال السنوات الماضية مما ساهم في تنويع الاقتصاد الوطني ومواصلة تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص واعدة للموطنين وهو ما حقق رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة نحو الاستمرار في دروب الإنجاز والتقدم والعمل كفريق واحد غايته تقدم الوطن وازدهاره جلالة الملك أكد على المبادئ الثلاث اللي احنا نعتمدها كأساس لأي عمل احنا نقوم به اللي هو الاستدامة والتنافسية والعدالة هذه اللي المبادئ انبثقت من رؤية الفين وثلاثين فكانت الحقيقة الرؤية من ذاك الوقت من جلالة الملك يعني سابقة سابقة التاريخ والحدث وهذا شي طيب وحددنا أهدافنا بعد يعني كنا نعيد رسم دور القطاع العام نسوي للحكومة منظم وليس مشقل دعم الإبداع والابتكار على أساس ان احنا نعطي فرص حق المواطنين وحق الاقتصاد وحق التمييز الحقيقة لازم ندعم الإبداع والابتكار ونبي نستثمر في المواطن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة